لجنة وتكتب الدستور يلزم على أقل المنظمات الوطنية تكون مساهمة في تعيينها وفي مراقبتها ويكون تحت إشرف وهو ما عادت عديل الدستور عدل طيفي؟ أنا الرأى من باب الموضوعية وما غير ما نكذبه على الأعباد رأوا المشكلتنا ما كانتش في الدستور الدستور فيه نقاش ويزوي تنقع إذا كان بدنا النظام السياسي لكن أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظي قولك الدستور هذا يجب تغييره والدستور السابق دستور 2014 لا يؤسس لدولة القانون والمؤسسات اللي يقول فيه السياسي أمين محفوظ بكله تبييض للنهضة حسب رأي رغم هو ضد النهضة رغم بطريقة ما يعرف هي ربما يعني غير قصدية هو يبيض في حركة النهضة أنا واضح في تحليلي مشكلتنا من أكتوبر 2011 حتى الـ 25 جويلية سببها حركة النهضة وبمساعدة نيزة تونس ومشتقاتهم وكجماعة يعني من اسمديك الدستور على عليته موش هو أصل المشروع ما هو شو لا هو لا قانون اللي انت يخيب ياخد دستور فرض على البيجي والنهضة بش يقسمه السلطة الدستور هو اللي قال إنه ما نعملوش محكمة دستورية الدستور واضح قال لك في عام أعمل محكمة دستورية ناس لعبت به مو دستور النهضة قوة راشد الغنوشي وش كان يستعمل ما كان يستعمل في الدستور كان يستعمل في القانون الداخلي بتاع مجلس النواب ش يضرب بالدستور أنا معاه تعديله وضد ابتدال فكرة الدستور اللي يطلع يقول نكتبه الدستور جديد اللي جاعد يتم توا هو ابتدال للدستور نختمعك عدد الطيفي بسؤال أخير